اشتركوا في القناة حوارية ضفنا النهاردة الحقيقة فاز في انتخابات يوم السبت اللي فات في انتخابات اللجنة البارالنبية المصرية واستطاع ان يفوز على الدكتور حيات خطاب الرئيس السابق اللي طبعا نتمنى لها كل التوفيق فيما هو قادم هيكون معنا الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالنبية المصرية الجديد اكيد عنده رؤية اكيد عنده خطة لأولمبيات او باريس 24 طبعا لان زي ما حضركم عارفين الولمبيات بتبقى عبارة عن شقين شق اولمبي للأسوياء وشق بارالنبي لأصحاب الهمم اللجنة البارالنبية المصرية بتضم عشر اتحادات اكيد لي رؤية هو مسؤول عن الناحية الفنية بشكل كبير مسؤول عن مناقش الاتحادات في خطاتهم الفنية وكمان بيقدم زي ما بيقولوا قبل بطولة باريس ان شاء الله توقعاته حنحصدنا على سبع مدليات في توكيو 2020 ولكن نطمع في المزيد اكيد عنده خطة نتكلم مع دكتور حسام الدين مصطفى في الفقرة الحوارية عن طمحاته احلامه واماله مع منتخبات مصر البارالنبية ده هتوقف فقرتنا الحوارية باذن الله مقدمتنا النهاردة والمقدمة والانترو اللي بحب اتكلم مع حضراتكم فيه في قضية الساعة النهاردة شفنا مراسم توقيع عقد شراكة النادي الاهلي مع شركة فاليو لتسويق عضوية النادي الاهلي طيب الحقيقة طبعا شفنا النهاردة دي لقطات من الحدث الكبير هنا يبان بعض الامور المهمة اللي عايزين نستعرضها مع حضراتكم اولا النادي الاهلي دايما صاحب رؤية رؤية سابقة يمكن النادي الاهلي مش بس بيدور او مش بس بيفكر كمؤسسة رياضية ازاي ينجح ولكن النادي الاهلي بيفكر كمان كمؤسسة اجتماعية كبرى ليه هدف جوة المجتمع ازاي تنجح ومن اهم هذه الرؤى او الخطط اللي محطوطة ازاي يعظم قيمة عضوية النادي الاهلي كارني النادي الاهلي اللي بيحمله العضو ازاي يعظمه ما يبقاش مجرد كارت في جيب العضو بس يبرزه عند دخول النادي ولكن هو مجموعة من الخدمات مجموعة من الامتيازات اللي بيتمتع بيها العضو طب دي هتقود بالنفع لها النادي الاهلي هتقود بزيادة الاشتراكات عدد الجمال العمامية بتزيد بدل ما يبقى عندك 4 فرو يبقى عندك 5 أو 6 اذا النادي الاهلي يستطيع او يقدر كده يوصل رسالته المجتمعية لكل مكان طبعا عضاء مجلس الدارة اذا ما حددكم شايفين بيخش طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي رئيس مجلس الدارة النادي الاهلي لحظة دخوله الى الفعاليات طيب عايز اقول برضو حاجة يعني احنا شفنا النادي الاهلي في بطولة العالم ازاي بيسوأ العضويته شفنا على هامش احداث بطولة العالم الاندية ازاي النادي الاهلي بيسوأ للعضوية خاصة ان احنا عندنا دوقتي اربع فروع وان شاء الله البقية تأتي لنا وليكم العمر ان شاء الله هنشوف الخامس والسادس بإذن الله اكيد النادي الاهلي بيخطأ استاد النادي الاهلي عندنا امور كتيرة داخل عليها النادي الاهلي فايزا لما بتعظم عضوية النادي الاهلي وبيبقى وراها اكيد امتيازات كتيرة للعضو اكيد ده بيبقى منفعة اقتصادية كبيرة بيساعد النادي الاهلي كمان عشان يقدم بالزبط عشان يقدر يقدم خدمات الاعضاء زي ما مصر كلها داخل عهد جديد وهي الجمهورية الجديدة النادي الاهلي داخل الجمهورية الجديدة بفكر جديد وتوسع جديد واستراتيجية جديدة تحس يا اخي ان النادي الاهلي مش بس منظومة رياضية نجحة وتخطيط رياضي ناجح تحس انه هو ماشي في كل الاتجاهات بيقوم بدوره دايما النادي الاهلي على مدار اكتر من مئة سنة في كل الاتجاهات رياضي اجتماعي ثقافي اخلاقي كل شيء هتلاقي نادي الاهلي ماشي في كل الاتجاهات عشان في الاخر يكون فيه النفع على بلدنا مصر وعلى اعضاء جمالة اممية اللي طبعا اكيد كابتن محمود الخطيب كرئيس النادي اكيد يعني بياخدوا وقت طويل من تفكيره ومن جهده ازاي يقدم لهم كل الدعم وانه يحس عضو الجمالة اممية انه فعلا كابتنين ادي الاهلي مش بس عبارة عن ورقة او كارت هو في جيبه ولكن هو مجموعة من الامتيازات اللي ساعد فيها يعني اعضاؤه بالتمتع بيها النادي الاهلي بيعتمد في مفاوضاته هنا على اسمه اسمه كبير انتشاره النادي الاهلي اصبح على مستوى العالم كله ومش على قارة افريقيا ولا مصر ولا العرب يعني على مستوى العالم كله اصبح النادي الاهلي من اكتر الاندية جماهرية وشعبية ومعرفة يعني النادي الاهلي دلوقتي في كل حتة في العالم اتصور ان ده انقلنا بعد كده العالمية مش بس امتيازات للكارت ده هيبقى جاخل مصر اتصور يعني امنية احنا نتصورها ان الكارت ده هينقل صاحبه الى امتيازات ايضا عالمية لان النادي الاهلي بيختار كويس جدا وليه موصفات معينة بيختار على اساسها الاحتحاق للجامعة العمومية وده اكيد في حد ذاته بيدي قوة وبيدي بيدي دور كبير وفعال لجامعة العمومية احنا كنا حابين بس نتناقش مع حضراتكم في هذا الحدث النهارد ونتمنى التوفيق طبعا لنادي الاهلي ومزيد من المشروعات والشراكات اللي اكيد بتفيد لعضاء الجامعة العمومية ونتمنى التوفيق لفريق كرة القدم ان شاء الله بعد بكرة ويرجع لنا منصور كما عودنا النادي الاهلي ان شاء الله ويبقى اول مباراة والليتفتاحية جيدة توفر علينا ان شاء الله الجهد والعناق ونحسم التأهل للدور اللي بعد كده ومن دور المجموعات نتأهل بأريحية بإذن الله والبداية هكون بعد بكرة كل التوفيق للجهاز الفني واللعبين خلينا نروح لأخبارنا هنبتدي بكرة اليد الرجال كما تعودنا كرة اليد الرجال عندهم مباراة بكرة مهمة جدا مع نادي سبورتينج هتقام على صالة الامير عبدالله الفيصل الساعة الخامسة مساء الصالة بتيجي او المباراة بتيجي في الدور التاني لدور المحترفين الدور قبل النهائي المرحلة التانية هنتوا عارفين طبعا حضراتكم المرحلة الاولى كالتمنداشر فريق تأهل ستة الستة بيلعبوا رايح جاي هتأهل اربعة للمرحلة النهائية احنا في المرحلة الوسط دلوقتي اللي احنا ست فرق بنلعب رايح جاي النادي يقلي في المركز التاني مباراة سبورتينج هناك خلصت بالتعادل محتاجين نكسب المباراة دي هتأهل اربع فرق منهم للدور النهائي هيلعبوا برضو مباراة تقريبا رايح جاي هتلعب كل فرق مباراة مباراة قصد يقول يعني فكل مباراة من دول انت خلص هيبقى الحسم في الدور اللي جاي ممكن الدور ده مهم جدا انت تخش اول او تاني ولكن الحسم هيكون في الدور القادم ولمزيد من القاء الدوق على الفريق لان طبعا احنا عارفين ان في غيابات كثيرة بيتعرض لها الفريق كان ابرزهم غياب المدير الفني الكابتن طارق محروس كابتن طارق محروس معنا عبر الهاتف عشان نطمن عليه عليه هو شخصين وعلى فريق ازاي كابتن طارق كابتن هاسم ازاي يا خب بس عيب والله انا بس مع صوتك الشرف لنا يا كابتن وطمن عليك الاول الحمد لله على سلامة حضرتك الشفاء والتام من كورونا طمننا ازاي يا كابتن ايه اللي تم ويه اللي حصل والله الحمد لله رب العالمين انت عارف ان المرض منتشر وربنا كده يبقى عن كل كل الناس جميعا الامراض وبإذن الله كده الشعب المصري دايما شعب جميل ومعافي ويبقى يبقى عننا كل الامراض الحمد لله ربنا التلاني بالمرض ده وكان نعمل عند ربنا الحمد لله طبعا ده احمد ربنا على كل ابتلاءاته فالحمد لله ربنا التلاني والحمد لله برضك ربنا دايما التلاني دايما شفاني الحمد لله عرض حوالي عشر ايام يمكن اول تمرين من عرضه انتلها او من بارح بسيط والنهاردة ده اول تمرين الاسم انتلها والحمد لله هل في سلام عليك يا كابتن والله يعني احنا يعني بنبقى سعداء لما نشوف حدك طبعا بكامل الصحة والعفية ولكن الحمد لله انه عد على خير يمكن ساعات بيجي مع الرياضين بيبقاس شوية الفيروس بس الحمد لله عد عليك على خير بسلام الحمد لله الحمد لله فضل ربنا ونعمة ربنا وكرم ربنا على الانسان ان ربنا سبحانه وتعالى دائما بيشفيه والحمد لله الحمد لله يا كابتن طب طمنا على الفرقة يا كابتن اخبارها ايه الغيابات عندك طبعا للأسف تضرب الفريق بشكل كبير والله حاجة غريبة انا مش عارف ايه اللي بيحصل مش عارف بقولك وبعدين الاصابات عارف لو اصابة متكررة يعني لعيب الان لعيب عندهم نفس الاصابة حاول اه لا ده كل واحد من مثلا احنا عندنا ست اصابات تقريبا من قوام العشرين لعيب حوالي ست اصابات انت عندك انت القوام الدولاتي اللي في فرقة موجود اربعتاشر لعيب بس لعب الطعم باللعاب الصغيرين بتعنيش ايه والستة اصابات مختلفة جدا يعني كسله اصابته اصابة عمر سامي خالص غير اصابة ديزو غير اصابة تيزة غير اصابة فيصل غير بقى انت ماشي بقى كده في المتشاط انت عارف احنا لعبتنا جاندة ايه 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 لكن الحمد لله طبعا الاولاد على يعني على دراءة كاملة بالموقف احنا الحمد لله ماشيين باخدها كويسة انا سمعت ان انت بتقول ان المتشاط الجاية مهمة ومتشاطها بس انا اقول لك خلاصة الكلام ده كله فضلك عشان نهدي بس الناس وطني الناس بعرفتها الدورات اللي احنا بنعاملها بنعابة دي كلها ليه هدف واحد ان احنا بنوصل للدورة المجمعة الاخيرة ايوه الاخيرة الاول ثلاث نقط الثاني اثنين ونص نقطة الثالث ثلاث اثنين الرابع نقطة ونقطة يعني فرق نص نقطة بين كل فريق والتاني حلو عارف ده معناته ايه هسا معناه يا كابتا معناته ان ممكن تخص رابع المجموعة بتطلع اول الدورة صحيح يا كابتا صح الله ينور عليك الله ينور عليك يعني دي نقطة مهمة جدا حدك بتقول ان الحسم لسه ما ابتداش يعني يعني اه بص بنسبة عايزين نتكلم بقى بالورق والقلم فضل لكابتا للواقع وسبقا للورق اللي موجود بنسبة تسعة وتسعين وتسعة من عشرة اللي اربعة تحددوا خلاص صحيح يا كابتا لهم طبعا الاهلي والزمالك سبورتين جيش سبورتين جيش تمام تقريبا 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 تحددوا فالمبارات اللي جاء تقريبا كلها تحصيل حاصل مش هنقول تحصيل حاصل انت بتلعب ولازم تكسب وطبعا انت بتلعب باسم النادل لازم تحصيل حاصل لازم تقدي صحيح انا قصد اقول ان التقاول دومن بس انت برضو لما تخش مركز تاني هيبقى برضو يعني مديلك فرصة او ادفانتج بماطش مثلا او عن اللي بعدك بنص نقطة يعني بديك نص نقطة حتى حدى الدورة مجمع الاول منه برضك مهما تلعب تلعب في اول او الثاني او الثالث برضك بتخش بنفس التلعب ايه لكم وصفة ان احنا اخر الدورة الاخيرة هي اللي هتحسب نهاية الدورة انا اعمل بقى كل اعمل في كل الكلام ده طبعا لان الصبات التاني بكلمك عليها الستة اللي انا بكلمك عليه في دول اصاباتهم طويلة شوية واصابات مش عضلية اصابات في العظم طب خلينا يا كابتن نتكلم عن حالة حالة يا كابتن يعني لو تكلمنا عن كاستلو يعني كاستلو تبقى للتقرير وتبقى للورق الدختول بتكلم في شهر 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 بتدى من امتى يا كابتن شهر احنا عندنا اصبوع فاضلنا ثلاث أسابيع ثلاث أسابيع فاضل على كاستلو وهو الاصابة ايه الاصابة ايه تشخصها يا كابتن عندنا مزق في الحوض مزقف في الحوض تمام في مفصل الحوض دي صعبة جدا. أنا عارف يا كابتن. عارف. أنا جات لي مرة. حاجة غريبة يعني. حاجة غريبة. يعني حاجة غريبة. طيب مثلا زيزو. نتكلم عنها زيزو مثلا. زيزو مصش اللي فات مثلا مصش تفورتينج. بنزر مصش خد كوع. جاله شرخ في الحوض الجنبي. اللي هي بتقول عليها الريش دي. طبعا دي لازم تتساف خالص لغاية ما تلحم الواحدة. مالهاش جبس. مالهاش جبس. صحيح. مالهاش جبس. بتسيبها. اللحم بتاعها بطيء جدا. بالضبط كده. وما ينفعش تيجي بيها. ما ينفعش تيعمل اي اجراء جراحة فيها. صحيح. صحيح. انت كل تقدر تعمله اشعاعات كل فترة وبس. يعني النهاردة رايح يعمل سونارة. ولسه مطممني. قال لي لحمة بنسبة 80 في المية. فضل لنا 20 في المية. 20 في المية دي قدامك. بنكلم بالراحة كده. اسبوعين. اسبوعين ودي له اسبوعين كمان عشان تعظم. العظم نفسها. يعني انت بتكلم فاربعة سبيع. حال. عندنا عمر السامي. ربنا بتلعب بمرض. ربنا يشتيه. مرض غريب. ما بيحصلش. بيولوه في المليون واحد. عنده اسبوع مش تلج. انما بيوجع بيوجع. انما عملنا. لينا العظم بتاع مش التلج. في ورم فيو رو العظم. يا خبرة بياد. بتاع ننتيجة اسابة قديمة وما. يا خبرة بياد. تقول لي حالك. ورم. ورم بو العظم. يا خبرة بياد. طب دي حلاه إيه كان كابتن مع أمر اتعمله عملية وتعمل سنيور للعضم عشان نسحب منه يتحب منه الورم وتم سحب الورم ونتقدرش بعدك بعد ما تعمل سنيور وتشفق العضم لنك تعمل عملية لازم تسيبه يلحم لوحده صح وطبعا هو كده هتاخد وقت أطول ده مش كاسر ده فيه تجويف في العضم فانت هتستنى لما التجويف ده يلحم الله ينور عليه فلو كسر بياخد شهر لأي التجويف ياخد ثلاثة بالزاق كده ربنا عشفي يا رب الرابع صور بتاعت سيسا وإحنا شفناه في مطل الزمالك وكان جزع في الرباط الطليبي والراجل عمل عملية الحمد لله وإحنا في التأهيل وقدامنا من ثلاث أسابية برضا فلصات يا خبرة بيط ربنا عشفي يا رب فيصل عندنا بقى شيسا شيسا هو ده اللي صابته يعني احنا بنحل عليها هي بمزق في الزمة لكن احنا بنعرف بتحاول تعالجها بقى هي ايه تريحها تعمل لها مثلا تلاثات وتعرف تتيلوا شوية تطلعوا برام ملعب يرتاح وهكذا لكن انت بتتكلم كده انت ضربت في الجناحين بتوعك صحيح الجناحين بتوعك تضربوا يعني انت تلوقتي بتلعب من غير أجنح بجانب طبعا قوة فيصل فيصل لعب كويس مدافع ومواجم متميز جدا ووضع ريب من الخط الخلفي طبعا الخمس اصابات دي مؤثرة جدا جدا اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ده كل اللي انا بتمنى انهما يلحقوا يعني والاثنين منهم او ثلاثة يلحقوا معايا الدورة المجمعة الاولينية والباقي يلحقني في الدورة المجمعة الثانية اللي هتبقى النهائية بإذن الله طب قولي يا كابتن الدورة المجمعة الاولى معادها امتى تسعة عشر حداشر تسعة عشر حداشر مارس بإذن الله اه يعني هم نتكلم في اقل من شهر لأ تسعة عشر حداشر مارس لا استنى اه احنا مصر الكاس يوم اه تسعة عشر حداشر مارس طب والتانية يا كابتن والدورة المجمعة بعدها بفترة طويلة اه دي بقى في نهاية مارس في نهاية مارس احنا بنتكلم ممكن 28 29 30 يا رب يا كابتن يعني احنا بنضم يعني دعاني لدعائك بحيث ان هو يعني يا ربنا يا رب يعني اهم حاجة بقى اهم حاجة بقى ان ما بيش حاجة بقى كمان يعني ان نحفظ على الاربع حداشر مليهين يا رب صحيح يبقى محفظين عشان زو اي حاجة هنخش يعني انا متعب ستة من اللعيبة المرتبة وبيتمرانوا معنا لان الاسكور دايما بيبقى نقص في المطواب والاولاد يعني اغنهم عندهم مسابقتهم ومع ذلك ان احنا بنضمعهم عشان بردك اغضى كبرات وعكذا بس يا كابتن اقول لها حاجة احنا من خلال متابعتنا المباراية بردو المجموعة اللي تم تساعدها زي فوكس ويعني على تسبب ايه المثال يعني اللعيبة دي عدت اداء كويس جدا ولاشين بردو يا كابتن لاشين بأمانة انا محستش ان هم مساعدين يا كابتن ومهاب مهاب صح مهاب كمان وعندنا عمر الشريف لعيب كويس قوي بردك ما شاء الله وعندنا كذا لعيب يعني كويسين عندنا مصطفى عفغاني عندنا لعيب صغيرين مساعدينهم الحمد لله عندنا اخ وراضي صغير يعني يا كابتن اكلم حداك بأمانة يعني لما شفت فوكس ولاشين ومهاب هما بلعبوا بأمانة يمكن خد وقت وسيف ياسر كمان خد وقت كويس سيف ياسر مع حضرتك في المباريات يعني يمكن بخص يمكن اكتر لاشين وفوكس ومش قلقان ومتدي له الثقة ومهاري في اللعب بالزبط ومدافع كمان متميز جدا في كذا مركز صحيح وفوكس كمان شفنا اللعب وانا الوان خلي بردك بردك الخبرات بردك طبعا بتفرق طبعا عربك عايزة اقول لك معلومة وسامة الجزيلي تاني تمرينة لي كان عنده كورونا برده انا عرفت انه مصاب صح لا كورونا كمان تاني تمرينة لي الوضع عندك يا كابتل لكم فهونك بس انت قدها ان شاء الله هتحاول بشكل كبير جدا تجاهز المجموعة اللي موجودة بحسنة الحقك يا رب ان شاء الله كل اللي بدعين من ربنا ان انا اوصل للدورة الاخيرة كامل المجموعة بتاعتي متكاملة بدعين من ربنا كده كل ده هنشتغل وحنقدي ونبخل وحننعمل أقصى ما عندنا والصراحة المجموعة اللي موجودة تتمرن بجدية عالية جدا والناس كلها عمدها دافع ان هي تبقى موجودة في الملعب وفي بعض اللعيبة اللي فيهم شايفة ان الاطباط دي فرصة ليهم انهم يثبتوا نفسهم أكتر وفي لعيبة طبعا الخبرات الكبيرة اللي عندنا ايما بدورها كويس اوي ولما اللعيبة وربنا يقدرنا بإذن الله ونسعى الجمهوري الأهلي وزايما وعدناهم تنالي بإذن الله بإذنك يا رب بمشياتك يا رب يبقى الدورة وكل البطولات اللي نشترك فيها حالي يبقى من نصيب النادي الأهلي بإذن الله ربنا يوفقك كابتن ونساة تخطاق وتسعى الجمهوري النادي الأهلي كابتن طارق محروس المدير الفني الفريل الأول لكرة اليد بشكرك شكرا جزيرا يعني حبينا نجيب لكم الوضع اذا ما حدككم شايفين يعني مدير فني كابتن طارق محروس راجل قدير وراجل كمان يعني أسمع عنها أو أشوفها بتحصل زي الورم اللي في المشت الرجل بتاع عمر سامي الحقيقة أنا يعني بقيت 30 سنة في الرياضة ما سمعتش حاجة زي كده يعني فصل يمكن جزء في رباط الصليب يعني سمعتها ربنا يشفي يا رب زيزو شرخ في العظمة الحض الجانبية دي غريبة جدا يعني أنا برضو دي أكيد من كوعة ومن واقعة برضو ما بسمعش عنها كتير يعني ما بسمعش عن الإصابات دي الحقيقة اللي يكون في قناة كابتن تاري وعون الجهاز الفني كان لازم نقبل لكم الصورة دايما بنقول في غيابات في غيابات ولكن يعني كنا محتاجين نستعرض مع حضراتكم وضع الفريق عن قرب ولكن زي ما حضراتكم شفتوا اللعيبة مركزة وهتعمل عليها ودايما الأهل بمن حضر الـ 14 اللعيب اللي موجودين في القائمة دلوقتي بيلعبوا بكل رجولة والحمد لله ما تعرضناش لأي هزة حتى بعد الغيابات دي إن شاء الله يكملوا أولاد الناشئين طلعين بيعوضوا الخبرة بالحماس والمجهود في الملعب يعني إن شاء الله بإذن الله النصر بتاع ربنا أنت بتعمل عليك والمكسب بتاع الله سبحانه وتعالى كل التوفيق لفريق كرة اليد ونقدر يتغلب على هذه الصعاب وألف سلامة للمصابين هنروح لشباب كرة اليد اللي احنا بانتبعهم عشان اللي حضراتكم شايفينه ده حضراتكم شايفينه شباب بوليد 2002 وده أحد فرق المرتبط مرتبط 2002 و2004 فاز على الطيران بنتيجة 36 و26 في الجولة التاسعة اللي اتلعبت لأن احنا برضو هنلعب بكرة الجولة التاسعة في كوتل اليد برضو والفريق الأول هم بيلعبوا برضو الجولة التاسعة المطش كانت لعب مبارح على صلات الأمير عبدالله الفصل بأهل الجزيرة في رقيتنا بعد الفوز ده فضرت في صدرات الترتيب المجموعة برسل 30 نقطة فرق النقطة وحيدة عن الشمس وكل ما المرتبط بيكسب كل ده ما بيساعدك وبيريح الدرجة الأولى وبعد كده بنروح على طول على الدورات المجمعة زي ما حدككم عرفتم وسمعتم من كابتن تاري محروس الدورة المجمعة الأولى لدور الحسمة تبقى 19 و11 مارس بنتكلم في حوالي 25 يوم 3 أسابيع تقريبا لأن الشهر ده 28 يوم فقط بنتكلم عن الدورة الأخيرة تبقى في نهاية مارس يعني الدنيا أزفت نتمنى إن شاء الله التوفيق يرجع للفريق والمصابين يرجعوا بسلامة الله لأرض الملعب نطع لفاصل أعزائي المشاهدين نرجع نكمل أخبارنا ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم الجديد يمكن كرة السلة عندنا قطاع ناشئين قوي والدليل على كده أن الفريق الأول بقيادة مستر أجوستي بوش بيستعيم بعدد كبير من ناشئين عندنا محمود وليد عندنا مؤمن طريخ خيري عندنا عبدالله ناصر عندنا لعيبة حتى اللي طلع من تحت كان عمر زهران مودي حسام اللي طلع أعارة يعني عندنا مجموعة كبيرة جدا من ناشئين المصاعدين فده كان عامل مشكلة للفرق في بطولة القاهرة عشان كده شفنا بعض الهزة اللي حصلت في بطولة القاهرة وكان في تفوق من هذه الجزيرة واضح عشان لعبتنا بتلعب مع الفريق الكبير وده وضع طبيعي لأنه انت عندك الأهم هو الفريق الأول ونتائجه وبطولاته وكده لأن ده اللي يعني العالم كله بيتابعه فلما النهاردة دوري السلة متوقف عشان المنتخب بيستعد الويندو الأولاني في تصفيات كأس العالم ناشئين بيلعبه مع فرقهم كان مرضود ده إن النتائج بدأت تتضبط يعني فريق الشباب لكرة السلة بقاعدة كابتن ناسر أبو الفتوح فاز على نادي الزمالك في صالة كفر الشيخ منذ يومين بنتيجة 77.65 زي ما حدقكم شايفين النتائج بدأت تتضبط لأن اللعبة بدأت تتمرم مع فرقها وخلال التوقف طبعا أصد التوقف إنما لو رجع الدرجة الأولى تاني هتكون غالبا متولة الجمهورية أو الشاكة على الانتهاء المطش ده شاهد تقلق أكتر من اللعب ومن ترخير دي في الصورة وأحمد يحيى وطبعا أدارها فنيا كابتن ناسر فتوح بكفاءة واقتدار كان مهم إنهم يكسبوا المباراة دي عشان اللعبة تستعيد الثقة مرة أخرى خاصة إنهم استعادوا تاني لعبتهم زي محمود وليد أيضا لعبة اللي بتلعب مع الفريق الأول وده طبيعي وده طبيعي بس ما نزعلش لكده لأنه الدرجة الأولى هي زي ما بيقولوا الأساس أو هي الهدف اللي احنا كلنا بنعمل ده عشان نطلع اللعبة دي الفريق الأول طيب خلينا نروح لكرة السلة سيدات طبعا كرة السلة سيدات حالهم مش أحسن حاجة يمكن عزقنا الوحيد أن دي لسه مباراة ترتبية لسه ما دخلناش في الأدوار الإقصائية عندنا أصابات كتيرة قوي غياب ثرية طبعا من بداية الموسم لما تصابت برباط صليبي في طولة القاهرة عندنا إتالي المحترفة الأنجولية اللي في صورتها دي مصابة وبتغيب لتالت مباراة المتشاط اللي فاتت ربنا وفنا وكسبنا ولكن للأسف مباراة هليوبلس مبارح خسرنا 83-72 المباراة لعبة في صلة هليوبلس الشروق وبيقود الهليوبلس طبعا أحد أبناء نادي الأهلي كابتن نهاب الأل فيه كابتن علي هاشم طبعا بيحاول يشتغل مدير فن النادي الأهلي بيحاول يشتغل على الإصابات النقص العدد اللي عنده بإعطاء الثقة للعبين واللعبات يعني وتصعيد مجموعة أخرى ولكن ده مهما كان ما بيغنيش عن موجود محترف على الأهل في مركز صنع العلعاب إتالي بتلعب في هذا المركز أتمنى إن شاء الله الغابة ترجع عزقنا إن ده لسه دور ترتيبه كله بيتأهل سواء أول تاني أو تالت يعني إحنا كل اللي إحنا شايفينه ده إما أول إما تاني إما تالت مش هنخرج عن المركز دي ولكن لو إنت خدت تالت بس المشكلة عندك أن إنت هيبقى قبل النهائي بتاعك هيبقى مبرقوية هتقابل الأول أو التاني هيبقى غالبا مع هليوبلس فهتبقى مبرقوية بس أتصور أتصور إنه يعني لو إحنا كاملين إن شاء الله ما عندناش مشكلة بدلين إحنا كسبنا هليوبلس قبل كده فالقي تلاتين نقطة فإحنا أكتر أكتر من تلاتين نقطة فهو الماتشات دي يعني المهم إن إحنا برضو فرصة يعني دايما أنا حب أبص لنص الكبال المليان أنا عندي مجموعة من الإصابات أقدر أستغل ده فرصة إن أنا أهل الصف التاني و أديره الثقة عشان لما ترجع المباريات ويرجع لي لعيبتي الأساسية أو الستاندك بلايرز أقدر ألعب وعندي البنش بلايرز خده خبرات وخده ثقة فيبقى معاش عندي الدروب اللي كان بيحصل دايما حاول أبص للناحية الإيجابية خاصة الإصابات الموجودة مش زي فريق كنت اليد الرجال إصابات يعني يعني كبيرة لا ولكن إصابات خفيفة تقدر ماتش اتنين تاتا و دي ترجع ماتش اتنين تاتا و دي ترجع فأنا شايف إن دي فرصة طيبة وفرصة كويسة إن اللعيبة أو اللعيبات الزغيرين أو اللعيبات البنش بلاير البنش بلاير مش لعيب بنش أقصد لا بيبقى لعيب يعني بياخد وقت أقل من اللعيب الأساسي ولكن بيلعب ففرصة أن ياخد وقت طويل يبتدي ياخد خبراته تخش على الأدوار اللي إقصائية وإنت مستفاد ومعظم الاستفادة من كل اللعيبة اللي معاك إن شاء الله كل التوفيق نثق في الكابتن علي هاشم ونثق في اللعبات ونثق في إدارة النادي الأهل ونشاط الرياضي نومة إن شاء الله هيساعدوا الفريدة بشكل كبير جدا هنروح للجنباز وهي أحد الألعاب القديمة في النادي الأهلي الأهلي يفوز ب23 ميدالية متنوعة في بطولة الجمهورية للجنباز تحت 12 سنة هتقولي 12 سنة ده ولا يلاوي أيوة 12 سنة في الجنباز لا ده سن كبير أنت بتدي في الجنباز 6 و 7 و 5 سنين فريق ناشئ الجنباز النادي الأهلي تحت 12 سنة حقق 29 ميدالية في بطولة الجمهورية والتي قلت لعبة من أيام على صالة ميدالة نص دي طبعا صور للفريق الأهلي حقق 6 ميداليات في الفرد العام وجمد 4 ذهب وفضية وبرونزية وفي النفسات الأجهزة حقق الأهلي 17 ميدالية جم 4 ذهبيات 3 فضة 10 برونز جهاز الجنباز في نادي الأهلي بترقصه دكتور محمد فؤاد اللي صورته كانت موجودة من شوية وبيعاونه عرفات أحمد كمدرب عام نتمنى إن شاء الله نشوف من الصورة اللي فاتت دي أحد أبطال مصر إن شاء الله اللي يقدر يشرفنا في المحافلة العالمية وهو ده الهدف وهو ده التارجة الأساسي للنادي الأهلي نوعد أبطال وكوادر في كل المجالات تقدر تفيد منتخب مصر طبعا رقم واحد والنادي الأهلي أكيد ييجي بعد منتخب مصر في الاستفادة إن شاء الله كلنا تحت مظلة الوطن طيب الأهلي يفوز على الزمالك 10-6 في بطولة الجمهورية النقشي كرة الماء تحت 15 سنة الفريدة اللي كان فاز وعمل ماتشات كويسة من قريب بيرجع تاني وكان فاز على هليوبلس بيرجع تاني يفوز على الزمالك 10-6 الفريدة موليد 2007 الماتش كانت لعب أيام من أيام على مجمع حمام السباحة من نادي هليوبلس وده جميل إن أنت كمان بتلعب بر أرضكو بتكسب وفريتنا ناجح في السيطرة على مجرات الماتش في مداية وحد نهايته فريتنا كانت فازت في الجولة اللي فاتت على نادي 6 أكتوبر بعدين فزنا على الزمالك والماتش اللي جاي بإذن الله هنلعب مع نادي الشمس الحقيقة ووتربولو من ألعاب الحقيقة بحب أتفرج عليها ولعبة عنيفة جدا على فكرة لأن أنت طبعا فيها شد وجذب ومقاومة وسباحة كل ده في الميا بمقاومة الميا طبعا العالية ولكن بيبقى لعبة ممتعة الحقيقة لما تتفرج عليها خاصة لما تتفرج عليها على حمام السباح هنروح نتابع أخبار مايار شريف مايار شريف نجمتنا نجمة التنس الأرض للأسف تودى بطولة دبي أو سوق دبي للتنس مايار شريف لعبة منتخبنا الوطن الأول للتنس الأرض ونجمة النادي الأهلي ودعت منافسات بطولة سوق دبي في الدور الأول والبطولة دي من فئة الخمسمائة نقطة بطولة مهمة بعد خسرتها قدام الأوكرانية يلينا سيفيتوليا وخسرت مايار والتي تحتل دلوقت المركز رقم خمسة وستين في العالي العالم بمجموعتين لمفيش وجات نتائج المجموعتين كان لقاتي ستة اتنين ستة تلاتة في مطر استمر سبعة وتمانين دقيقة مايار شريف كان مفروض تلعب مفروض إنها تلعب في أولى مطراتها بطلة استونيا المصنفة التسعلمية ولكن أخيرها دي انسحبت وتم تعودها بالأوكرانية سبحان الله واللي بتحتل دلوقتي التصنيف الرقم خمسة عشر على العالم البطولة دي من أقوى بطولات العالم لأن طبعا زي ما قلت حداركم خمسين وطوطة دي بطولة قوية وبطولة مصنفة ودائما بيشارك فيها أفضل مصنفين على مستوى العالم طبعا مايار السنة دي مش أحسن حالي يعني مايار السنة دي مش يعني ان شاء الله بدايتها يعني في بعض التعصر شوية في بداية البطولات ولكن مايار هيعوضها دا لأنها تلعب بطولات أكتر مايار بتستعد دلوقتي لبطولة قطر المفتوحة ولا تتلاقي في الأسبوع الأخير من الشهر اللي احنا فيه بإذن الله زي ما ألتر حضراتكم اللي هيعوض يمكن عدم التوفيق اللي سهضفها في أول شهرين تتم السنة السنة لسه طويلة ألا وهو عدم التوفيق في الأدوار الأولى يمكن لما بتعدي من الدور الأول بتبقى الدنيا بعد كده أسح نتمنى الميار إن شاء الله كل التوفيق وللأسف يعني لما تلاقيها هي كتها تلاعب المصنفة التسعة وبعد كدها التسعة تعتذر تقوم تجي لها المصنفة الرقم 15 يعني الحقيقة في بدلق في القرع يعني دايما بالدروب يقابلها يعني الحقيقة أبطال عالم يعني من التسعة للخمستاشر يقل بلاتي أحسن برضو يعتبروا من أحسن خمستاشر لقى في العالم فبتبقى المتشط صعب نتمنى الميار كل التوفيق فيما هو قادم بإذن الله طبعا انتوا عارفين نادين شاهين ويوسف سليمان رايحين بطولة أونفير طبعا للسكواش اللي هتتلاقي في العاصمة واشنطن والقرع جنبت نادين شاهين ويوسف سليمان خود الدور التمهيد يعني خشوا على الميندرو عشان الرنك بتاعهم العالمي كويس وكمان أكيد مش كل السبتاشر الأوالي على العالم بيشاركوا ممكن يشارك عشرة فكده هي تبقى المصنفة رقم مساء يعني التسعة العشرة يعني على حسب فطبعا جنبتها تلعب الدور التمهيد ودي تبقى حاجة كويسة البطولة من البطولات المتوسطة ومجموعة جاوائزة خمسين ألف دولار يوسف هيبدأ مشواره مع الكاسبان من إنجليزي ديكلان جيمس ولونييل ونينييل كارديناس هيلعب الكاسبان منهم وما ندين هتلعب من الكاسبان من الإنجليزية لوسي ترميل والفرنسية نورا فيرد هتلعب الكاسبان منهم وطبعا أتصور إنه ماتش الستاشر مش هيبقى دور قوي وخليكم فاكرين إحنا سهل ناخد البطولة دي إن شاء الله يعني بتبقى هي طالما بطولة متوسطة وهم مصنفين بشكل كبير فبيبقى سهل ياخدوها وممكن تتفرق معهم في النقاط ونشوف بعدها الترتيب أحسن في الرنج العالمي خلصنا كده أخبار النادي الآلي خلينا نروح لأبرز الأخبار المحلية اللي حصلت في الرياضة المحلية المصرية مصر تستضيف بطولتها أفريقيا للرجال ونشيء الجولف الجولف من الرياضات الناشئة في مصر مصر تستضيف خلال السنة دي بطولتين أفريقيا للرجال والنشيئين تحت 18 سنة للجولف والأمر ده يحصل المرة الأولى في تاريخ القراءة أفريقيا إن دولة واحدة تنجح في الحصول على شرف تستضيف بطولتين للجولف في سنة واحدة بطولتين ناشئين هتتلاقي في الفترة من 26 الواحدة دي مارس اللي جاي على ملاعب نادي جولف بالمهيلز أما البطولة الأفريقية للرجال فتتلاقيها بعد كأس العالم للرجال وتتلاقي في فرنسا في الفترة من 31 أغسطس لحد 3 سبتمبر اللي جايين عندنا ملاعب جولف على أعلى مستوى في مصر وده اللي شجعنا ننظم بطولتين أفريقيا رياضة الجولف في مصر لسه قدامها كتير زي ما قلتنا حضراتكم عشان تنافس عربين وأفريقين وعالميا لأنه طبعا هي رياضة ناشئة لسه بدأ يعني منافساتها في مصر ودولة بتاعها بس في مهتمين كتير على فكرة بلد الجولف لو روحت انت ملاعب الجولف زي ملعب جولف بالمهيلز هتلاقي فيه ناس كتير بتمارسها وعلى فكرة هي لعبة ملهاش سن يعني طيجر بطر العالم عدل لاربعين سنة مريح يعني خمسة واربعين سنة فهو ملهاش سن في أي حد يقدر يمارسها من الزهنين الكبار بس هي لها قواعد يمكن غريبة علينا شوية بانتباعها بس كويس إنها بدأت تنتشر في مصر كده خلصنا أخبارنا هنطلع لفاصل بذكركم هننتظر بعد الفاصل رئيس اللجنة البرالنبية المصرية الدكتور حسام الدين مصطفى واللي فاز بالانتخابات يوم السبت اللي فاد عشان نعرف كل أماله وطموحاته وخطته إن شاء الله القادمة حتى باريس 24 ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد يوم السبت اللي فاد أجريت انتخابات أو جمال عمومية للجنة الحد نأسف اللجنة البرالنبية المصرية وشهدت منافسة شارسة ما بين الدكتور حسام الدين مصطفى ودكتور أحايد خطاب رئيس للجنة البرالنبية السابقة وكانت كلمة الجمال عمومية طبعا للثقة للدكتور حسام وأكيد اللجنة البرالنبية لها طموحات وأحلام بس في البداية لازم نرحب بضفتنا الدكتور حسام الدين مصطفى أهلا بيك يا دكتور أهلا وسهلا وألف مليون مبروك وتكليف وتشريف من الجمال عمومية إن شاء الله نتأديها دكتور بيزن حلا يبارك فيك وإن شاء الله ربنا يوفقنا ونحقق اللي احنا بنحلم بي إن شاء الله دكتور يمكن حدك توليت المهمة دي قبل كده أهى توليت المهمة دي في سنة 2012 نعم من 12 إلى 16 صحيح أنا جيت من في إبريل 2012 لغاية بعد دورة لندن كان في مشاكل في ذاكى الوقت فابتدت فهم يعني كان وقتها اللجنة بالتعيين ما كانش بالانتخاذ صحيح فيعني وزارة الشباب كان يفتني في ذاكى الوقت إن أنا أمسك رئيس اللجنة علشان كان ندخلين على دورة لندن وكان فيه شوية مشاكل فحمد لله عدينا المشاكل وحققنا في وقتها 15 مدينة بسم الله ماشاء الله وكان الفاكر كان حاجة رقم قياسي أربعة جبنا أربعة لهب أربعة فضة وسبعة برونز يعني بصراحة كان إنجاز كبير وأكيد من الخبرات أنت كنت يعني عارف الدنيا وشايفها فبتهيلي المهمة المراتي تبقى أسهل لأن أنت كنت موجود وشايف الدنيا من جوة نطمع أنها تبقى أسهل لكن هي طبعا فيه شغل كتير جدا بفروض حيتعمل الفترة اللي جاية ويعني وعايز موجود كبير طب خليني خليني طبعا أنا أحب أخذ الموضوع بالتدريق أنا أطيقتك ليه لأن أنا مش عايز أخش في الجد على طول عايز أخذها واحدة واحدة هو إذا تولد عند حضرتك الفكرة أو يعني اتقفزت الفكرة اللي تبقى حضرتك أو زهن حضرتك أن أنت تخوض الانتخابات هو الفكرة كلها أنه فيه كتير يعني في الفترة الأخيرة كلموني علشان أتولى يعني أو أخوض الانتخابات بتاعة اللجنة كتير مقربين كتير من اللعبة من المدربين من الإدارين من الوسط نفسه وخصوصا بعد النتاج اللي حصل في دول توكيو وكان هم عندهم أمال أن النتاج دي تبقى أحسن صحيح من كده خاصة نحل حقا أنا خمشان مديري في لندن بالضبط وكان فريد جانيرو بردو كان النتاج جايبين 12 مديريا فالناس قالوا والله إحنا عايزين يبقى فيه نوع من أنواع التغيير ده شجعك فده شجعك وخصوصا أني أنا الحمد لله عندي من التراكم الخبرات القديمة والواحد بيبقى عنده الموتيفيشن أنه هو يشتغل في العمل التطوير فعش كده أترموا كي أنا حقبا للمراتي أن أنا أترشح وربنا يسهل ويوفقنا طب أحدك بدأت إزاي تتواصل مع جامل عمومي يعني أنت عند أحدك عشر اتحادات على ما تذكر عندنا 11 اتحادات أنا أصلا رئيس اتحاد المصري البراليمبي لكرة طايرة من 2017 علاقتي بالوسط الرياضي علاقة أديمة من التسعينات أنا كنت أوضى مجلس دارة نادي القاهرة ثم نائب رئيس ثم رئيس ثم سكرتير عام للجنة البراليمبية طبعا ناسم بيرا دكتور طبعا أكيد في الأول أنت أحدك طبيب بشري وعندي علاقات كويسة مع الوسط الرياضي فمش غريب عن الوسط طبعا ثم نتكلم ونطرح برنامج معين ونقول يا جماعة احنا عايزين نعمل برنامج ده احنا بنكمل المسيرة بتاعت الناس اللي موجودين والناس اللي سابقونا وإحنا عايزين نحق النتائج كويسة على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي وعطينا برنامج وعطينا خطة المجموعة اللي كانت نازلة معايا كمات مجموعة متميزة وممتازة اخترت قايمة عكبتي في الانتخاب اخترنا قايمة وناس من تخصصات مختلفة ومن اعاقات مختلفة واقتنعوا بالبرنامج اللي احنا عملناها وربنا يوفينا ونقدر ننفذه طبعا شفنا كله ان قايمتك بالكامل نجحت مع عدل استاذ محمد يحيا ما كانش من قايمة حدودك طبعا صديق عزيز من زمان يعني من ايه اكتر من 10-15 سنة وطبعا وجوده معنا يعني اكيد حيضيف حيضيف فاليو كتير حيضيف قيمة كبيرة جدا بالنسبان لانه هو برضو خد خبرات كتير في الفترة اللي فاتت بالاضافة ان طبعا موقعك في مجال الصحافة اكيد حيباله ميزة كويسة أو بانفة كويسة الجميلة الروح اللي حدودك بدئ بيها وجميلة ان حدودك مديدك للجميع وعايش تشتغل وهدفك هو يعني مديليات لمصر وفوز لمصر وترتيب البيت واشرف على الاتحادات بشكل جيد يعني جميلة الروح اللي حدودك داخل بيها دي يا دكتور الحمد لله طبعا انا يعني تربطني علاقة طبيبة جدا حتى بالدكتور حيات خطاب ست جميلة وعملت مجهود كويس في الفترة اللي فاتت وبرضو كل عظام مجلس دارة اللي لم يوفقوه برضو علاقة طبيبة ممتازة وإحنا ونالهم إحنا مش حنسيبك وإحنا لازم نستفيد بخبراتكم وإحنا بنشتغل أزا عيلة واحدة يعني ما إحناش حلو ما إحناش فيش تنافس يعني بالزبط بالعكس إحنا كل من حيضيف المجال حنرحب به أكيد يعني يعني الحاجة بداية مبشرة يعني دايما لما بنلاقي البدايات يعني غير كده ما خليدي ما أقولش يعني تفاصيل أكتر أو يعني أمور تانية ولكن بتبقى إن اللي ميسيك بيرحب بيستفادة بكل الأسرة بتبقى حاجة كويسة غير لما بتدي البداية بإقصاء الجميع وإنه لا أنا مش أنا اللي بفهم وأنا اللي هعمل كل حاجة بتبقى بداية بيظنها البعض أنها بتبقى يعني هي دي يعني البدايات الجادة ولكن بالعكس اللي حدك بتقوله ده هو بداية المشوار الأكيد اللي إن شاء الله يقوله نجاح دي في إيدينا هنرحب بي أكيد مية في مية نعم ودي لقطات من الجمال أبو مية كانت يوم الأحد اللي فات هي أجريت في مقر اللاجنة البرالنبية المصرية بجانب حمام السباح دي صورة قديمة مع معالي الوزير عامري فاروق ودي قديمة حضرتك طب دي برضو في الجمال أبو مية طب كابتن خليني أقول أن هو نخش بقى على تقييم الوضع أنت الوقت عندك 11 اتحاد 11 اتحاد تقريباً أغلبهم بيشارك في اللومبياد شايف الوضع تقييم الوضع قبل أن نروح لخطتك أنت مقيم الوضع إزاي هو بصراحة يعني إحنا في خلال الفترة اللي فاتت وفي خلال يومين اللي ابتدينا بعد انتخابات مباشرة بتدينا نعمل حاجة بيسموها كده تحليل الفجوة بسه يعني إحنا بنعمل حاجة بيسموها جاب أناليسيس وشوفنا طبعاً فيه شوفيه آريا فيها محتاجة أنها تبط يعني نقويها اللي هي أول حاجة الكوادر يعني الكوادر المؤهلة تشغل في هذا المجال كوادر يعني عدادة محدود جداً يعني المدخل بتاع الرياضات البراليمبية هو التصنيف إحنا العدد المصنفين يبشغلوا في هذا المجال لا يتعدى اثنين تلاتة المؤهلين خبرة بيانا لعدد قليل جداً مصر لها كوادر خمستاشر رياضة باراليمبية فتخيل خمستاشر رياضة باراليمبية بس بشغل في مجال التصنيف او اثنين او تلاتة فمعناها إنه النهاردة لو أنا بصنف لو أنا بصنف اللاعب تصنيف خطأ حيوديني في نتيجة غلط لو أنا بصنف بالتصنيف صح يودي نتيجة صح بالإضافة لعدالة المنافسة فالنهاردة لو أنا التصنيف هو المدخل بتاع رياضات باراليمبية خلي بالحاداتك أنا آسف أنا بطل حاداتك بس موضوع التصنيف ده مهم جداً لأنه التصنيف على حجم الإصابة أو حجم الاعاقة اللي هي بتعرض لها فإنت محتاج اللي يقدر يقيم هو يقدر يلعب في أين لفل لأن طبعا اللي عرف أنها لفلات الإصابة أو العاقة بتبقى لفلات طب التصنيف ده هتعمل في إيه إحنا بقى يعني ابتدنا نفكر نحن نعمل حاجة اسمها الأكاديمية البراليمبية المصرية نعم نربطها مع الأكاديمية العالمية في اللجنة البراليمبية الدولية طلبت منهم دعم عدو أو تطلب دعم أكيد يعني أنا برضو يعني الأول لأنه نحن بنحط المشروع وردي المشروع نحن يعني مجاهزينه قبل الانتخابات نعم والمشروع جاهز أنه نهار ده بالتمويق بالموازنة بتاعته وحنبتدي نتواصل مع لجنة البراليمبية الدولية علشان نبتدي نعمل نوع من أنواع التعاون أو بلتوكول التعاون معهم بالإضافة طبعا نحن نتعاون مع الأكاديمية الأولمبية في مصر نتعاون مع الكليات التربية الرياضية هنتعاون مع مدريات الشباب الرياضة هنتعاون مع الجامعات بعض الجامعات الأمريكية زي مثلا جورجيا ستيتي يونيبورستي ده هنعمل الكلام ده حيبقى فيه منهج واضح ليه لتأهيل بش بس المصنفين مصنفين ومدربين وإداريين كوادر كلها على سوال الحكام آه كلها في الكوادر ده بمنهج محدد على مدار السنة هتوبى الأكاديمية يعني هي هتوبى هي الفريدة من نوحة في مجال في مطقة الشرق الأوسط نعم الفكرة دي ازاي يعني تولادت لحضرتك ان انت تستعين لان ده او مرة بصراحة اسمع ده انه انه في الرياضة البرالنبية بتدي استعين بالخبرات الخارجية يعني او مرة اسمع الفكرة ده والاتجاه ده هو كانت كان ده من من الاحلام بتاعتي سنة 2012 بس انا بعد ما خدست دورة لندن انا لأسف سفرت وماكملناش المشروعية فاما رجعها اما يعني توليت العمل مولا تانية اقولت لا لازم نحي الفكرة فالمشروع جاهز اتكلمت مع ساعات الوزير الدكتور أشرف صبحي وهو قبل الاندخبات ولا بعد لا بعد بعد الاندخبات او وتكلمت مع برضو المهندس الشامحطب علشان نقدر نعمل نعمل النوع من انواع التعاون ما بين الأكاديمية الأولمبية والأكاديمية البراليمبية يبقى هنا المناهج الموجودة في الأكاديمية الأولمبية نحط عليها بس الهيئات بتخص الرياضات البراليمبية فمعناها مش هناخد وقت طويل عشان نقدر نعمل كلمة اخترت الجامعة اللي حدا قلت عليها ليه الجامعة كان عندنا بروتوكول تعاون معها من زمان وكان في عنون برامج من 2009 2008 دي الزيارة اللي حدا بدلت فيها الحوار مع دكتور عشب صبح بالزبط بعد ما حدا نل التشارة في طبعات سيقة الجمال عومية كان في اجتماع تاني يوم يوم لتنين بالزبط فاحنا عندنا ان شاء الله الجامعتين دول دكتور متفوقين وهم عملنا معنون برامج كثيرة من زمانه وكان فيه بسماس كولر شب كنا بنبعث ناس هناك بس الموضوع للأسف توقف خلال فترة لا لا توقف في العشر سنين عشر سنين بمجرد كورونا آخر حلقة لكن هو دلوقتي يعني علاقة الأديمة معهم هم الناس مستعدين يتعاون معنا في الموضوع ويساعدون بشكل كليل ويسكنا الشيء ستبقى دراسية هل دراسات جامعية ولا دراسات عليا دراسات بتاخد الكورس على قد التأهيل إنت هتأهل مصنف مصنف لي بس يعني لي ممر لعشان يتأهل منه ونصنف محلي ثم مصنف إقليمي ثم قاري ثم دول راح ياخد الميجور ده وياخد الكورس ده عشان يتأهل منه بالضبط فتبقى زي سكولرشيب بس أكيد محتاج دعم من الدولة طبعا يعني هل دكتور أشرف صفحي أعلن يعني طبعا طبعا دكتور أشرف صفحي قال لك أنا داعم ليكو بنسبة كبيرة جدا يعني دعم غير محدود بس أنا برضو بش بنبص لدعم الحكومي إحنا ببص إزاي نعمل وعندنا سبونسور شابي إزاي نموّل تمويل ذاتي ما يبشر إحنا بناء يعني كل حاجة بنركن على الحكومة لا بالعكس إحنا عايزين نشيل شوية العبء من على القطاع تحدي جديد انت بتبتع نفسك تحدي جديد فإحنا بس يعني ودي التجارب الصفحة عملنا كده يعني التجارب الصفحة في اللجنة الفرنبية زمان يعني يعني طبعا كنا بتجيب تمويل كواس قوي وكانت اللجنة فيها فلوس كواس قوي يعني زمان مش عايزة لا إن شاء الله مش هنقيم الأول يعني بس ربنا يسر بس طبعا يعني أنا فهمت لحدك ماشي اخترقين حلوان جدا بغض الوقت إحنا الاستراتيجية اسمح لي أنا يعني ألا خاصكم المثار المثار الأول هو الناحية العلمية والأكديمية وإعداد الكوادر تمام وابتدت من ناحية العلمية وبعد كده ننتقل للناحية العملية تمام إزاي نقدر نكسب كوادرنا في كل شيء سواء العيبة إداريين مدربين تمام حتى في التصنيف الناحية الثانية هو اقتصادي ومالي إزاي تقدر توفر التمويل هو إحنا تابعا من دسمنا حاجات نعمل باقة للرعاية للرياضات البرالمبية المجتمعة يعني النهاردة نجمع كل الرياضات القانون ونعمل يسموها باقة إزاي نباحها إن越سوقها وإزاي نباحها المنتج بتاعلا منتج وسوي بس المنتج بتاعي للأسف عايز يتلمع ويبان للناس علشان النهاردة الناس تسوق ينقدر نسوق فمن دمن البرنامج بتاعنا ان احنا يبقى فيه تعاون بنا وبين كل الاتحادات في رياضات الفارلينبية ونعمل حاجة اسمها باقة للرعاية نقدر نبيع المنتج كله وبعدين نوزع الهو الرعاية بزبط ونوزع بزبط اعتقد انه حيجيب باليو اكتر فهيجيب باليو ايجيب بزبط وساعتها نقدر نوزع الرعاية دي على الرياضات تبقى لضوابط معينة بيتفق عليه اكيد يعني عايز اعرفنا حضارك ولكن بعد الفاصل ازاي تقدر تكتازب احنا دولة عصر الدولة بتدي اهتمام كبير لاصحاب الهمم وفي كل الاتجاهات فاكيد ده عايز ساعة حضارك ان انت تكتازب مجموعة من اللاعبين وتفتح لهم طبعا مجالات خلينا اسمع رد حضارك ولكن بعد الفاصل اعزائي المشاهدين احنا اطلع للفاصل السريع عشان نجعل نكمل كلامنا مع دكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة المصرية البرنامجية ولكن بعد الفاصل اهلا بحضارك من جديد مكمل حوارنا مع دكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البرنامجية المصرية واللي فاز في الانتخابات منذ ايام الحقيقة والمسؤولات كبيرة والتحدي اكبر وكنا بنتكلم على الفاصل يا دكتور عن الدولة المصرية دلوقتي بتقول اهتمام كبير جدا باصحاب الهمم واهتمام غير مسبوك الحقيقة انك مش موش قبل كده فاكيد ده مشجع حضرتك اكيد عندك رؤية لهذا الموضوع او الاستفادة لهذا الاتجاه اولا احنا طبعا من اهام ضمن اهدافنا الرئيسية نشر الرياضة بين كل الاشخاص ده والاعقة في جمهورية مصر العربية كلها في كل محافظات وحييك يا دكتور وحييك بجد وحنبتدي نشتغل يعني مع وزارة شباب الرياضة في مديرات شباب الرياضة مع مراكز المحاقين وكان عندنا اجتماعات النهار ده ومبارح وهم نساعد من تاني ومعنا شفت بقى شفت بقى انا معكم ازاي والحاجة اللي احنا برضو حابن يعني عملنا فيها برضو مشروع ان احنا نعمل مشروع حاجة اسمها الدورة البراليمبية الاهلية برافو يعني دورة البراليمبية هي نشاط محل دورة مجمعة للخمستاشر الرياضة على غرار الدورة البراليمبية الدولية يبقى فيها تخطيئة عالمية كويسة جدا يبقى فيها رعاة بيرعوا المغرب برافو يعني بيتوبى في مكان كل الناس بتلتقي زي بالزبط الدورة البراليمبية فيبقى فيه نوع من انواع التعاون معلش انا اسف يا دكتور انا محتاج بس ده طبعا تكريم سيادة الرئيس اه طبعا لأطلنا البراليمبيين والحقيقة يعني زي ما قلت لحدك اكيد حلم اي رياضي انه ينال شرف التكريم سيادة الرئيس انا شايف ان يعني يعني دير سالة اشتغلوا اشتغلوا وحققوا وانا في ظهركوا اكيد طبعا واحنا يعني ان شاء الله نكرر الموضوع ده مرارا وتكرارا في الفتر اللي جاية بإذن الله ان شاء الله ان شاء الله يا دكتور بإذن الله حدك قلت كلمة حلوة انا هنشر كل الكلام ده وسط مجتمع يمكن سادة الرئيس في اكتر من مناسبة بيعظم الدور الاصحاب الهمم في الناحية الاجتماعية في الناحية الثقافية حدك النهاردة ماشي في نفس السياسة وعايز تعظم ده طبعا بعد سياسة الدولة في الناحية الرياضية ده ايه ده اللي احنا بنعمله ويعني بنخترح كلنا بنخترح ان الموضوع ده يبقى ان شاء الله في شهر اكتوبر اللي جاي على هامش احتفالات اكتوبر وتبقى الموضوع يعني في حفلة افتتاع في طبور عرض في النشاط كل الانشطة دي او الناس مرة تشوفها اللي هي زي الويلتشير التنس اللي تنس على الكرسي الزي الترايسلون اللي هي سلاسي بتلعب ازاي بالنسبة للشخاص دي والاعاقة تنس الطولة الكرس والساهمي كل ده كل الرياضات دي اللي الناس ما بتشوفهاش عايزينها تشوفها يعني هيجي لك المئات من الاخواتنا اصحاب الهمم عشان يشترك هو حس انه هيبقى له دور يعني معنا ممكن اجيب لمصر حاجة بالزبط كده يعني هو ده اللي احنا نويين ان شاء الله نعمله وابتدينا ان نخطط ليه وحنبتدي نبعد يعني استبيان لكل الاتحادات المعنية علشان النهاردة يبتدي ونبتدي نشوف عدد المشتركين قديم ونبتدي ننظم الموضوع على العدد المتوقع ان يشارك واتوبة بطولة مجمع موجودة في مكان واحد لمدة خمس ايام فيها نظام زيها زي نظام الدورات البرانيفية نظام تصنيف فيها برنامج للمسابقات معمول بشكل محترف وان شاء الله يطلقى القبول ويبقى عليها تخطيئة علامية كويسة واعتقد انه حيبفيه رعاة كويسين في الموضوع ده حيزود الدخل بتاع الرياضات الاتحادات وفي نفس الوقت بيعرف الراعي ايه الرياضة الرياضة البرانيفية ويشوفها على الطبيعة انا بجد احييك يا دكتور انا مش عايز اقطع حضرتك لان بجد احييك لان انت قلت كلمة اول كلمة انا هنشر هشتغل وده الدور الحقيقي للاتحادات واللجانة الولمبية وهي نشر اللعبة ما بالبقى حدك انه كن دايما نلاقي اصحاب الهمم واصحاب الاعقاب يبقى دايما الموضوع قليل ايه هو ولادي ولا اتنين اللي بيمرسوا فيه اللعبة انت النهاردة بتقولهم لا انا هاجي لكم انا هنشر اللعبة هشجع الاسبونسور وشجع مصر كلها ان هي اللي عنده طفل من اصحاب الهمم او لاعب او حتى شاب كبير عنده 19 سنة 18 سنة يقدر يبتدي وقدر يلعب ده ده ان شاء الله هنعمله باذني لا يعني ع oggi عنه يعني يعني حد معين لا انا ان شاء الله عندنا يعني عندنا يعني يدنا اهداف محددة يعني النهاردة عدد اللاعبين كام احنا عايزين نوصل بل عدد فخلال تلات سنين اللي كان فحنعمل زي بسموها كي بيه maison يعني النهاردة احنا نuckyص المعدة اللي احنا نشغالين احنا ناجحين ولا لا وقدرنا نجيب الناس دي ولا لا وقدرنا نجيب الاعقاط المختلفة ولا لا فده اللي احنا نشغالين عليه الفترة دي أنا بكلم طبيب يعني ما شاء الله بكلم طبيب عارف علمي وشغل علمي طبعا بيؤمن بالعلم ودوره خلينا أقول لحضرتك أنه أول بند في تعريف دور الهيئات الرياضية في قنون الرياضة هو نشر اللعبة وللأسف على غالبية الاتحادات نسيت هذا الدور ونسيت أن الأساس هو نشر اللعبة بين الشباب وبين المجتمعات في مصر بحيث أن أنت تكتزب أكبر عدد من الشباب لممارسة الرياضة وهو ده الجمهورات الجديدة الجمهورات الجديدة مش بس أن أنت بتغير فكر الناس لأنت عايز الناس كمان تمارس الرياضة هو فيه حاجة مهمة لو كانت الرياضة مهمة بالنسبة للحول الرياضات الأولمبية لا هي أساسية بالنسبة للأبطال الذاول الاحتياجات الخاصة أو الذاول الهمة أو الذاول الإعاقة لأنها بتغير من شخصيتهم بتخليهم ده بيتدمجهم في المجتمع بيبقى منتج بدلا من النهار ده هو بيبقى شخص كامل لا هو مع الدخول في لعب الرياضة بيقدر نعمله دمج في المجتمع ونقدر نخليه شخصية منتجة والنماذج اللي دخله في الرياضة بقى أشخاص منتجين يعني كتيرة ولازم النهار ده نحن نشوف الناس دول أزاق قدوة ونقدر يعني نقلته ده أنا عايز أقول لحد ده أن في بعض الأحيان أصحاب اللي همم بيتفوقوا على الأسوياء في كتير بالأحيان ليه؟ لأنه بيبقى صاحب إرادة فول هزية لأنه بيعوم ضد الطيار وإرادته بتدفعه للأمام أتصور أن اللاعب الأولومبي العادي السوي يعني اللي ما عندوش أي نوع من الأنواع للأحقات ما بيعش عنده العزيمة دي فرؤية أن حداك عايز تدماجهم رياضيا في المجتمع ويبقى عندي بدل ما يبقى عندي قاعدة ألف لاعب لا أنا يبقى عندي تلاتة واربعة تلاف لاعب بدل ما يجيب خمسناشر مدالية لا ليه لأ لما يخد رقم واحد رقم واحد في العالم ليه ما يبقى شطموحنا كده ده اللي احنا شغالينا لي يعني طبعا احنا برضو من ضمن حاجات المهمة اللي هي دورة باريس عشرين اربعة وعشرين بس الوقت دايق يا كابتن اه الوقت دايق جدا وعشان كده احنا يعني قلنا برضو من ضمن حاجات اللي احنا لازم نشتغل عليها فورا اللي هو الرياضات اللي هتخش الدورة البرلمبية نظام التأهيل المعسكرات زي مقاومات اللي احنا نوفر مقاومات النجاح بالنسبة لكل لعبة من اللعبات المختلفة التعاون مع الاتحادات المختلفة في النوم النهاردة يبتدوا نفكر زي هنأهيلوا اللاعبين التدريبهم بشكله ايه الرعيحة بشكله ايه كل ده احنا حطينه في يعني يا دكتور اكبر دليل على كده ان انت حددك طولت المسؤول يوم الحد تاني على طول روحة اللي رفع الاسقال روحة المنتخب رفع الاسقال اللي هو يعني المنتخب الاساسي عندنا في تحقيق المدليات فده انت بتدي رسالة جماعنا جا اشتغل دي حقيقة والنهاردة احنا كناما في زيارة للمستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري تايكوندو في تحاد تايكوندو عشان هم اندوان البارة تايكوندو وجايبين مدليتين في دورة توكيو فاحنا برضو من ضمن حاليات ده نهاردة نهاردة مع ابطالنا رفع الاسقال ده كان فينا كابتل ده في المركز الوامبي في المعادي بس المركز الوامبي في المعادي بس المركز الوامبي في المعادي بحاجة خمس نجوم أنا محضرتوش كده بصراحة دكتور لا تغير خارف طيب وإن الصور هناك دكتور ده برضو دستبال اللقاء في المركز ذليمي كل دي زيارة واحدة كان في رفع الأسقار اللعيبة أتكلموا معك في شكويتهم كانت اللعيبة كانت اللعيبة طبعا اللعيبة بيدوروا على أول حاجة من ضمن حاجات اللي احنا شفناها يعني جاب أنه ما فيش مثلا كشف طبي على اللعيبين قبل ما يخشوا يعني العرض أنت لازم طبي يعمل حاجة اسمها سكريننج يعني ميديكال سكريننج على اللعيب قبل ما يدخل نشوف إذا كان هو يصلح ما يصلحش عنده إصابة عنده أنيميا عنده أي حاجة طبعا كشف طب دوري فده للأسف ما كانش موجود فعملنا حاجة اسمها وإننا حريب تدي نعملهم سكريننج ميديكال سكريننج ونعمل لكل اللعيب فايل خلاص تبقي ده بريودك مش مرتبط بدورة قبل دورة لا ده بقى كل فترة بتعمله لهم ده هنعمله على طول وبعدين الحاجة الثانية الرعاية الصحية بتاعتهم يعني محدودة فالفترة دي هنعملهم حاجة اسمها ميديكال انشونس أو تأمين طبي عليهم علشان النهاردة لو بعد الشر وبيعيد حصل أي حاجة يقدر يكون عنده نتورك من العيادات المستشفى يقدر يروحها ما هوش محدد بحاجة محددة حتى لو هو مروح بيتهم وبعد الشر حصل حاجة يستطيع محتاج تمويلة دكتور يعني كل حاجة كل حاجة يعني كل حاجة فيها يعني بص موضوع الميديكال انشونس هنالك بتكلم عن هيدي ده حاجة عظيمة جدا ودورها كبير ربنا بجد يوفاك تعملها إن شاء الله يعني كنا عملينها زمان في لندن قبل لندن كمان يعني أنت عملها عملناها قبل لندن وبعدين الأسهل برضو وقفت المشروع توقف فهنا نريد أن نرجع تاني عملها لأنها من الحاجات اللعب يبحث أنه سيكيورد يعني متأمن لو حصل له حاجة في أي وقت يروح فدي من ضمن حاجات الأساسية اللازم لازم نعمل حاجة اسمها بنستثمر في المولد البشر مولد البشر بتاعي هو اللاعب اللي هو بيجيب لي المدينة لازم أنه نهاردة وفر له كل المقاومات استثمر فيه ووفر له كل المقاومات السواء الصحية النفسية التدريب الأجهزة الأدوات كل حاجة أنا عايز أقول لحدك أن اللي بتفرج عنها ده وقت من اللعيب أكيد سعيد جدا طيب حدتك عدت مع اللعيب ترفع الأسقال وسمعت شكوتهم الجاب اللي موجودة الميديكال أو السكرينيج اللي صحتهم أو الكشفات الدورية اللي بتعامل ليهم أي تاني شكوة اللي كان لهم هو طبعا يعني هم الماشيين في المعسكر الكويس طبعا بس هو الجهاز مش كامل الجهاز الفني بتاعهم مش كامل الجهاز الفني طبعا عشان التمويل مش عشان بس التمويل التمويل مش هو العقل لأنه اللي زارة بيطرع المنتخبات بشكل كبير يعني تدفع فلوس لكن هي الفكرة كلها إن الجهاز فيه كان فيه مشكلة قبل من حوالي قبل انتخبات بحوالي شهر يمكن فما كانش اللي بيمرهم واحد بس فده طبعا الجهاز مش كامل لازم الجهاز ده يبقى فيه معد بدني بيشوف مدرب على أحمال بيشوف معد نفسي بيشوف للطبيب اللي قاعد معاهم يعني فيه جهاز فني متكامل لازم يكون موجود جهاز فني وقدار لازم يكون موجود طب هل يعني بس ما بداينا أنا موجب أحداك جدا ليه الله يخذيك لأن أحداك كلمت في أمور فنية يعني أحداك رئيس اللجنة البرالنبية بس وصلت في أمور فنية وهي دي دور اللجنة البرالنبية يعني معلش أنا آسف يعني حضرتك دخلت جد شمرت ودخلت مع الاتحادات في المعركة ما قلتش بقى كل اتحادي ما ليش دا بقى كل اتحادي لا نحن أهميني إن الاتحادي ينجح إن الاتحادي ما ينجح نجح ليه يعني نجح الاتحادي نجح لللجنة البرالنبية نجح اللي هي بقى نجح لللجنة البرالنبية ما هاش ما هاش داخلين في بالعكس يعني أهميني الاتحادي ينجح وينجح وهو اللي ظاهر وهو العامل المجهود وهو اللي بيتكرم هو والجهاز والرئيس الاتحاد وعدام مجلس الدارة تتعجل لأنه نجح في الآخر لي كنتك في الآخر بيصب على الأمبرالي حدك وعدتهم اللي يكمل لهم الجهازة كابتن آه طبعا يعني عاديين النهاردة فيه فيه ما كنت عاديين نهاردة في الوزارة الشباب الرياضة في موضوع إداد البطل البراليمبي وتوفير المشروع يعني حدك لسه بادئ المشروع المشروع ابتدى خلاص وإحنا واخدين زي بسموه كده دول أخدر بأي دعم من دكتور أشرف صبحي هو قال الدعم لا غير محدود عشان تجيبه مدريات أنا عايز أقول لحدك أنا سعيد جدا بكامل حدك بجد لأن أنا فعلا يعني أنا حسن بأحلم ربنا سهم الحق الموضوع يعني أنا أكتر واحد لأن أنا كنت حتى في سفرياتي كنت دايما بلازم أبطلنا البراليمبيين في المنكز الومني كنا بنقعد مع بعض وكان دايما نقوضنا ومع بعض فكنت بشوف قد المعاناة اللي بيعانوها بصراحة بس حدك بتكلم بسلوب علمي أتمنى إن شاء الله توفيلك بس خلينا نتكلم برضو في بعض المشاكل الأخرى يمكنهم ما تكلموا مع حدك في مشكلتين مهمين إيه برضو المشاكل المطلحة يعني هو طبعا الجهاز الفني يعني برضو يمكن برضو تحديد الاختصاصات وبرضو أنا أترون من النهاردة لازمتوا بعرفين اللاعب لاعب والمدرب مدرب والإداري إداري اللاعب مش عمره ما هيبه مدرب والمدرب عمره ما هيبه لاعب خلاص والمفروض كل واحد يأخذ اختصاصه وإحنا فيه لائنز معينة تجازبتوا هنمشي فيه وهيبه عندنا شفافية في التعامل معاك وفي اختيار اللاعبين وفي تقييمه يعني بأن الكلام المعايير واضحة محددة للناس كلها فما فيش لا فيه وصايت ولا فيه واحد مفضع عن واحدة أو واحدة مفضع عن واحدة وهم يعني يعني يعتقد أنه الكلام ده طبعا أي مقامة كيفة نوفرها لهم أنا كلعيب لما أشوف حدك بتكلم كده كرئيس اللجنة وبيقى فيه مصدقية خلاص هتلاقي كله دخل في التراك ده يعني أنا متوقع كده إن شاء الله كله يبقى دخل في التراك طب خلينا أتكلم على دي الوقت يمكن أنت عندك بريس 24 أنا بقول يعني الناس بتقول سنتين وخمس شهور لا أنا بقول سنة ونص لا إنه إحنا في العدة أول وبنخش في فضل ست شهور بيبقى عدد تنازلي هو النظام التأهيل ابتدى النظام التأهيل للرياضات ابتدى يعني ما فيهاش بعدين عندنا نشاط برنامج نشاط دولي فترة جاية يعني كبير علشان النهارده نقدر نوصل لبريس 24 كم اتحاد شارك في توكيو اللي شارك في توكيو عندنا يعني فيه الرياضات تحت مظلة اللجنة البراليمبية ثلاث رياضات شاركو اللي هو اللعب قوة ورفع الأسخال والسباحة وبعدين بره اللجنة البراليمبية الشارك البرى تايكوندو اللي هو تايكوندو وشارك التنس طول نعم خلاص دولة الخمس حاجات اللي شاركو وريشة طايرة شاركو برضو وريشة طايرة شاركو يبقى كده احنا بنيكلف ستة ستة يعني النهارده احنا فيه حداشر فيه خمساشر رياضة برانيمبية بالاتحادات وفيه اتحادات جديدة عايزة تدخل يعني النهارده الفروسية عايز يخش الفروسية عندنا ويلد شير باسكتبول ولمفروض عندهم بطولة عالم اللي هم الويلتشير اللي هو الكورتس السلعة كورتس السلعة كورتس السلعة بس هم اتحاد غير مشهر هم اتحاد غير مشهر هي تحت مظلة باقدور لجنة وهما البروزس بتاعتهم يعني ان شاء الله أنا أعرفت الحدقة تعمل جميع عشان يعملوا اتحاد لكن هم عندهم بطولة العالم هم تأهيلوا من افريقيا وراحين بطولة العالم في دبي في الإمارات ان شاء الله يعتقد في شهر 11 ليلة. وما تحت المظلة اتحدتك كمان. لما زالوا تحت المظلة. وحنشوف إزاي مقاومات إن الاتحاد يشهر ويبقى فيه الكوادر المؤهلة لتدير هذا الاتحاد بالموارد المالية بتاعته. فهنا شغالين في الموضوع. هم بقالهم كتير شغالين يا دكتور. مش قليل. اتحاد السلة ده. ولا دي أول بطولة أفريقيا خشوها. لا لا. هم الكورت السلعة كراسي متحركة ابتدت من زمان ممكن من سنة واحد سنة تسعين. تسعة وثمانين. لما عمل نظمنا دورة العلاب إفريقيا سنة واحد تسعين هنا. اشاركنا بكورت السلعة كراسي متحركة. فرمليكة البداية. وكانت ديل يبتدينا بليها بسنة أو سنتين. وابتدينا بقى نمشينا في الموضوع ده لغاية السنة دي. طبعا السلة من اللعبات اللي هي مكلفة. عشان الكورسي طبعا دلوقتي التكنولوجي. كورسي يبقى شكله ايه. المحاور بتاع تشكلها ايه. الكورسي واللعب يبقى مكون واحد للعبة. اقول لك حاجة دكتور. وانا لعيب كورتسالة كنت ومنتخب مصر. انا في لحظة شفت قدامي كان منافسات لكورسي او كورتسالة جلوس. اعادت على كورسي. وحاولت والله يعني اعادت وحاولت اتعامل. الموضوع صعب جدا. لانه انت لازم يبقى السي جي بتاعك اوازنك قدام. الكورسي لازم انت وكرسي حاجة واحدة. وديك منتخب صعوبة. ايدك انا يعني خلصت لقيت ايدي كلها منملة. يعني جربت ايه. يعني لعبت كده جيم هزار معهم مع صحابي يعني. كانوا يلعبوا اللعبة. دا ايه نملت لان طبعا انت. تقول لها تعبت. بالضبط. الصعوبة ان انت لازم تحرق. موضوع صعب. يعني فانا هتمنى اللعبة تتخش لانها حتى. هي اللعبة قوليدي دخلت. واحنا طبعا برضو مندمن يعني الاهداف بتاعتنا ان احنا مش نقف عند اللامة دا. لأ احنا لازم نتطور لعبة وننشرها. يعني برضو في مشروع يعني مشروع كامل علشان موضوع كرت السلة كرسم تحرك. تعرفت ممكن يعمل ربط مع تحاد السلة الأسوياء كمان. ممكن يبقى فيه مباريات دي قبل دي. اه ممكن. طبعا دي دي. احدوا بقى فيها طبعا اكسبوجر كويس لو هم لعبوا مباراة قبل الناس تتفرج عليها وتبقى فيها. يعني لو مثلا لو فيه مطش اهل واتحاد وعملوا مباراة للكرة السلة اتصورها تبقى حاجة حال. ونفس الكلام يبقى فيه ربط ما بين اللجان اللومبية والبرابنبية هتبقى شغلي كويس جدا. ان شاء الله. يعني بدي حاجة افكار يعني. لا لا كلامك طبعا كلامك طبعا ممتاز وان شاء الله نقدر نعمل كده في اذن الله. ان شاء الله. طب خلينا اتكلم عن المستوى المحلي اكتر يا دكتور. أنا عشان انشر اللعبة لازم عندي ادوات طولز قدر انشور بها اللعبة لازم يكون عندي اندية ملك الشباب هل هتستهدف البداية الاندية ولا هتستهدف الاول ملكة الشباب احنا احنا الستركشور او الناسف يا دكتور دي مشاركة منتخب مصر كورت السلة اللي خد بطول افريقيا جلوس يمكن كان دي من شهر تقريبا. تعريفا. يعني ما شاء الله ابطال. نهاية الشهر فلات ابطال يعني والله يعني ان شاء الله نعمل لهم حلقة كويسة جدا اكيد ان شاء الله. ما ايش يا دكتور التولز بتاعتك هل هتبتدي بملكة الشباب الاندية؟ احنا احنا موجود في اللجنة في الوقت الحالي 54 نادي بيلعبوا رياضات الباراليمبي بالاضافة لعندنا حوالي كمان زيهم حوالي 54 نادي بيلعبوا كرة قدم للصم ممتاز. خلاص فاحنا موجود عندنا يعني حوالي مية وشوية. مية وتمانية نادي موجودين وهايئة موجودين. بالاضافة ان الوزارة الشباب عاملة مشروع يسمي مراكز المعاقين على مستوى الجمهورية في كل مديرات الشباب الرياضة. فده سورس كويس جدا ان لنقدر نتعاون فيه معاهم ونقدر ننشر اللعبة وناخد منهم العناصر اللي تنفع في الرياضات المختلفة طب يعني برضو يعني اسمع اجابة حضر الفاصل مراك الشباب بالالاف يعني ممكن دي تبقى ادام الادوات في وقت الدكتور قشرف صبحي بدي لحضراتكم دعم غير محدود برضو احب اسمع اجابة حضراتكم لكن بعد الفاصل عزاء المشاهدين خليتنا عن الفاصل سريع ونجا عن نكمل كلامنا مع دكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللاجنة البرالنمبية المصرية أمالו وطموحاتو نشر اللعبة ومزيد مديمات المصر ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم الجديد مكمل حوارنا مع دكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللاجنة البرالمبية المصرية واللي فاز في الانتخابات منذ أيام دكتور كنا نتكلم قبل الفاصل عن أدواتك أدواتك لنشر اللعبة أو الألعاب البرانبية في جموع محافظات مصر هو طبعا الحمد لله في بسموها infrastructure موجودة تبع الوزارة الشباب الرياضة اللي هي المراكز المعاقين اللي تبع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية اللي بترأسها الدكتورة سونيا وبرضو كنا نعملين معها اجتماعي النهاردة علشان ازاي نقدر نتعاون في موضوع مراكز المعاقين كم مركز على مستوى الجمهورية هم عندهم حوالي 47 مركز على مستوى الجمهورية تقريبا في كل محافظة نين تقريبا برضو من دمن الحاجات اللي حنتعاون فيها مع وزارة الشباب ومع بالذات مع الإدارة المركزية التنمية الدكتورة سونيا بترأسها في مشروع مع بعض وابتدينا النهاردة نبتدي نتكلم في الموضوع ده يعني 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 نهيدوبك والانتخابات خلصت بس هنا دخلنا نتعرف على بعض دخلنا ودخلنا في معاور كتير علشان نقدر شايفين الوقت الوقت داية جدا داية وعايش بأسرع وقت وعايزين نخلص بأسرع وقت عايزين نبتدي نشتغل بأسرع وقت فبتدينا نتكلم فيه النهاردة وهي طبعا الدكتورة سونيا يعني ست ممتازة يعني هتتعاون معانا هنتعاون معها علشان نقدر نحقق الكلام ده وننشر كمان الرياضات البراليمبية في كل المحافظات عن طريق مديرات شباب الرياضة وعن طريق المراكز اللي هم بشرفوا عليها طب قولي يا كابتل حدك عدت مع الاتحادات المختلفة اللي طبعا تتبع لحضرتك اتنقشت معهم في خططهم اتنقشت معهم هل في البودجيت اللي هم طالبينها او اذا ما بيقولوا الميزانية اللي بيحتاجينها حتى باريس عشرين واربع عشرين عندخلت في الموضوع ده أنا آسف يعني الموضوع ده بس احنا مستعجلين احنا لسه طبعا مبناش يومين لكن احنا بتدينا بالتحادة يكون دو نهاردة بتدينا نفتح الحوار معهم وحن نبتدي الكلام ده مع كل الاتحادات علشان نوصل في النهاية ان احنا نشتغل اذا فريق عمل واحد لصالح الرياضة في مصر وعشان نقدر نجيب مديليات ويبع عندنا تارجت معين او هدف معين احنا عايزين نحق كم مديليا من النهاردة فحنا بنشتغل على اساس نحط زي بقول تارجت معين خلاص وازاي هنوصل كل الاتحادات الاولمبية او الباراليمبية كلهم نفس متعاونين جدا وعايزين يعملوا حاجة للرياضة اللي هما بمسؤولين عنها احنا كل هنعملها ان احنا هنديهم الدعم نوفر لهم المقاومات اللي هما عايزينها خبرات اللي طلب هنساعدهم في موضوع التطبيق حاجة اسمها الميديكال كود الكود التببي حاجة اسمها هنشتغل معهم على موضوع برضو الكود المنشطات علشان نهارده موضوع موضوع مفاجئ وموضوع بيبقى للأسف ممكن يجيلك يعني زي ما بيقولوا يعني في مقتل زي ما بيقولوا قبل البطولات فلازم اكيد هتكلك رؤية في الموضوع هو النهارده في لجنة البراليمبية الدولية عاملة اكواد معينة خلاص لازم كل اللجنة البراليمبية لها التطبق الأكواد فهنا الأكواد هنفعتها لكل الاتحادات المختلفة ونساعدهم من التطبيق الكود وهل الأكواد دي هي نفس الأكواد بتاعت اللومبية العادية لا طبعا في الكود الطبي ممكن بس في تعديلات تخص العشقات دول العقل لان في عقل بتحتاج أدوية معينة أو رعاية بشكل الكود المنشطات تقريبا واحد ما فيش فرق الوادة الوادة نادو على كل الرياضات الحاجة الوحيدة اللي هي مختلفة عن الرياضات اللومبية والتصنيف الكود التصنيف هم حطين في كود التصنيف حاجة اسمها التصنيف المحلي أو اللي يسمون ناشنال كلاسفكيشن ستراتيجي وإزاي النهارده يبقى عندك مصانفين في كل حتة في مصر وإزاي النهارده تتفادى الأخطاء اللي بتحصل من التصنيف وإزاي النهارده اللاعب يستفيد من التصنيف المزبوط علشان يقدر يشارك في البطولات المختلفة سواء كان على مستوى المحلي سواء كان على مستوى الدول يمكن أنا كنت يوريد خبر يعني من يومين إن الواد هتعمل هنا زي مؤتمر أو هتعمل هنا زي اجتماع يمكن أول مرة هتعمل حاجة زي كده في أي دولة أفريقية سمعت حاجة زي كده وأكيد وجهتها لما تيجي لمصر يبقى أكيد شايفة أن مصر قطعت شوت كبير في مكافحة المنشطات طبعا هنا النادو المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وطبعا هم بنتعاون معهم بشكل مباشر وإحنا بنعمل بنطلب إنه نعمل من الوقت للتاني علشان نتفاد بالإضافة نعمل يعني عملية توعية ما حدش ياخد أدوية بنمرنهم بنعلمهم علشان ما حدش يأخذ حاجة ما هيش محظورة فمجهود يروح بعد تعامل طبعا قولي يا كابتن يمكن من ضمن الأمور اللي شفناها من أصحاب الهمم كان ليهم دور كمان في مجلس إدارة مع حضرتك يعني يمكن شفنا مجموعة مارسة الرياضة ومارسة الألعاب البراليمبية معاك في المجلس شايف ده إضافة برضو طبعا إضافة كبيرة جدا كل أحد عنده خبرات عظيمة يعني النائب الرئيس الدكتور رحمد عوين هو من المكفوفين وضعف البصر ولعب في دورة لعب في ثلاث دورات براليمبية وفي لعبة اسمها لعبة كرة الهدف خلاص وخدمة دليات في الثلاث دورات هو رئيس الاتحاد المصر لرياضة المكفوفين عارف مشاكل اللي بتقابل عندنا عماد رمضان ده الاجتماع اللي حدك كنت تعرفي مع الموظفين مع موظفين اللجنة ممتاز كويس أن تتوصل تاني يوم طبعا لدول أدواتك اللي هو اللجنة براليمبية اللي ينفذو لك الاستراتيجية الإدارية بتاعت حضرتك ودي حقيقة وعندنا أميني صندوق الكابتن عماد رمضان وعماد رمضان هو كان بيلعب لعب براليمبي بيلعب كرة طايرة مشاكل عندنا إيهاب حسنين بيلعب كرة طايرة عندنا شعبان الخطيب بيلعب ألعب خوة المهندسة أما المبادة هي رئيس التحاد المصر للرياضات للأعاقات الزينية يعني احنا لمين الموضوع من المكفوفين للأعاقات الزينية للأعاقات الحركية علشان يبقى عندنا خليط يعني أولا عندهم خبرات متراكمة فحيديفوا للمجال لإضافة كويسة جيدة يعني أنا شايف أن دي كانت رؤية وأكيد ده مقصود من حضرتك في اختراق قيمتك يعني كان مقصود وبرده أنا عايز أقول حاجة بالنسبة للموظفين أننا النهاردة بنعمل حكالة إدارية كاملة لللجنة البراليمبية وبندخل حاجة اسمها مكانة المعلومات يعني النهاردة لازم تطوير عمل إداري ده من دمن وده اتجاه الدولة كلها نهاردة يتبع الموضوع كله داخل في الديجيتراليزيشن يعني نهاردة نشتغل في حاجة اسمها بيبرليس ما فيش ورق لا مش عايزين ورق عايزين ورق كل نهاردة نهاردة بنشوف الحكالة الإدارية هتوصل لفين وبنطمع إن شاء الله إن احنا ناخد الإيزو سيرتيفيكيشن نشتغل الإيزو عشان تاخد شهادة هل تنفع 500% هتنفع في التسويق لما تروح للمالتي ناشنل كامبانيز هتقدر تاخد منها السبونسورشيب لأنوا عارفين إنك إنت عندك النظام الإداري مظلوط هايكا هايكا تمام إنت ماشي على فمعناها تقدر تاخد اللي انت عايزه من طيب قولي عندك كم وظف في اللاجنة عندي عشرين عشرين طيب هل عندك باتجاه أن مثلا تفيد تتوسع في النحية الإدارية هل عند حداك ولا أنت شايف العدد مناسب أنا ما جينا على طول عملنا عملنا ابتدين نعمل هيكل إداري سريع علشان نقدر نخلي كل واحد يخش في الحاجة اللي هو يفهم فيها بالإضافة أن ابتدين نشتغل على الأهداف بتاع كل إدارة من لتخدم على الأهداف العامة ثم بنعمل حاجة اسمها للتوصيف الوظيف لكل موظف ثم بنشوف المؤهلات الواجب تغفرها في هذه الوظيفة وبنعمل حاجة اسمها مؤشرات لتقييم الأداء هو ده اللي احنا شغالين عليها علشان نوصل طبعا نشغل على السياسات والنظم واللوايح علشان الناس تعرف أنه بنقله موضوع بشكل إداري مختلف ويبقى فيه استدامة في العمل الإداري مباشر موضوع بيتغير مجال الإدارات لا المفروض أنه العمل الإداري موظفين هم الأساسين وبعدين هم النهاردة تحرك تستثمر في المورد البشري هتلاقي نتيجة مفيش استثمر في المورد البشري بشتلاقي الجميل فيك يا دكتور أنت يوم الحد حظرت بثقة الجمال عمومية وتاني يوم يمكن بدأت الشجر على طول ومش عايز تضيع وقت دي حاجة جيدة ودي رسالة واضحة حتى بمجلس الإدارة كامل لكل الاتحادات وكل مصر من أنت جايين تشتغلوا وجايين بدم جديد وجايين بفكر جديد وجايين بحماس يعني عالي جدا يعني كل عندهم مجلس إدارة بصراحة اللي معنا بكلهم كلهم عندهم نفس الحماس وإحنا نضينا إن شاء الله بكرة مجلس إدارة كويس مجلس إدارة يمكن أقل من 4-5 تيام بتابع مجلس إدارة ليه لأن لازم نعتمد كل المحاول اللي احنا قلنا عليها دي في مجلس إدارة نشوف النهاردة الملفات حتى هننفذها ازاي طريقة التنفيذ ازاي البرنامج الزامني اللي هننفذ فيه لكلام ده يعني لازم يكون عندنا تايم فريم أو برنامج زمني إمتى هننفذ هتوصل هدفك ازاي حقيقة حاجة يعني تفلح دكتور والله أنا مستمع جدا بحورك وسعيد إن أنا بسمع أو شايف نموذج مصري يعني ما شاء الله بيتبع العلم الحديث وعايزي يوصل بالمنظومة باللجنة لأبعد نقاط دكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة المباري البرلمية بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا أنا واضف كتري أعزائي المشاهدين ده كان نموذج يعني الحقيقة احنا بالحيي وساعدين به يعني فكرة جديد وفكرة عايز يوصل بمنتخابات مصر واسمه مصر للعالم نتمنى إنه نشوف إن شاء الله كوادر كثيرة في هذا الاتجاه كل التحية لحضراتكم وانتظرونا في حلقة جديدة من الأبطار شكرا جزيلا